مساء الخير هويتنا العربية منحملة معنا وين ما كنا وين ما رحنا من هالمنطلق انطلقت السيدة هالا غريب بمشوارها بالمهجر لتعليم الأطفال اللغة العربية بشكل مبسط وسهل من خلال أكتر شي بحبه الأطفال وهو اللعب ألعابي هي شركة بتهدف لتعليم اللغة العربية بطريقة مسلية وبوسط ألعاب تعليمية وتثقفية هالمبادرة لقيت بالفترة وجيزة دعم كبير ونجاح بسبب هدفها وبساطة منتابع موسيقى 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 معنا من لندن مؤسسة شركة ألعابي هلا غريب هلا مساء الخير وأهلا وسهلا فيك معنا عسكاين نيوز بداية عن خبرين من وين بلشت الفكرة وكيف بلشت بهالمشوار مرحبا جميعا وشكرا لاستضافتي معكم مساء الخير لكل المشاهدين وبالتحديد لألي كارولينا بلشت الفكرة تحديدا وقتها كنت أنا ببرشلون عم علم عربي للأطفال وكتشفت قديش الصعوبات يلي هني عم بيواجهوها والأهل يلي كمان كنوا عم بيواجهوها وقلت أنا هيدا الشي ما بدي يصير معي فوقتها صرت قم بلشتدور على ألعاب جودي عالي بتحترم حقل الطفل بتخليه يحب اللغة لأنه أنا بدي حببه فيها كمان للغة ما كنت لقى فقررت أنه أنا أفوت في قمار هذا الموضوع وبلش ابتكر واستعمل كل الخبرة تبعيتي بيظل في هذا المشروع مش بس لألي مش بس لأولادة لأنه اكتشفت أنه هذا الشي على مستوى كل الأطفال إن كانوا بالبلدين العربية ولا ببلدين المهجر للأسف عم مضطر للهجة القصرية من أوطاننا ففي ضرورة لتحديد الهوية كرمال هيدول الأطفال ما يفقد لغتنا الأم لغة الأم هي التي تجعلني أنا ضرورة نحافظ عليها هذا نوع من انتماء هذا نوع من الحضارة تاريخنا لازم نحافظ عليها وما لازم نفرد فيه تبقى صعب هلا أنه تعلم الأطفال اللغة العربية وتنقلية لقيلهم خصوصا أنه من الأصل هناك صعوبة بالتعامل مع الأطفال ولكن سؤالي خاصة ببلدين المهجر وين الأطفال ما عم يحكوا عربي لا مع رفقاتهم لا مع جيرانهم ولا حتى بالمدارس ضويت كارول على نقطة كتير مهمة هي قصة نحن بالبلدين المهجر فيه دور كتير كبير على الأهل فيه نوع من أناعة الأهل لازم يكون عندهم إياها وطريقة إذا بدك يعتمدوها من أجل تعليم اللغة العربية يعني أنا دراسة تخصص ترجمة فمن هيك بعرف أنه هذا الطفل لازم عقله فيه يحمل خمس لغات هو لعمر السبع سنين تقريبا وهذه كلها دراسات يعني مش تعلمناها فأنا ليش ما بدي أحترم له هذه القدرة عنده لهذا الطفل وجر بأعطيه قدمة فيه الحياة ببلدين المهجر ركض بركض والأهل يعني عندهم أشغالهم وبدهم يعني شيء حتى يقدر يحكموا مع أولادهم يشوفون آخر نهار ولكن فيه طرق فيه أسليب مسلية في الواحد يتعلم يقدر يكفي مع أولاده يعني مثلا أنا كيف بيتبع مع أولاده بس أنا بيحكي معهم اللغة العربية نجيبوه لكتاب بالإنجليزي بخبروني بالعربة نجربوا يقولولي جملة بالإنجليزي لأنه طبيعة لحالها لأهني عم بيردوا أكتر علي بالإنجليزي كونه بلندن ولكن بجرب خد وقتك هلأ أحكيتنا بالإنجليزي جرب أعمل نفس الجملة بالعربة وأنا بساعدهم ولكن فيه الأناعة أساس إذا الأهل ما عن يقدر يقتنعهم يقصد أنه هيدا اللغة ضرورة هون السؤال لأنه حي في أدوه أكيد وهون السؤال أنه بعض الأشخاص حتى مش بالبلدين الغربية حتى ببلديننا بعض منهم بقولوا أنه خلينا نلجأ للغات أجنبية بتفيد ولادنا أكتر بأعمالهم بركة فيه ناس بيعتبروها أنه أحسن أنه بينبسطوا أو بشوف حالهم إذا أولادهم عم يحكوا لغة غير العربية هل هيدا الشي عم دوه شيء أنت كمان أكيد يعني لأنه عم بيصير كمان في مبادرات على صعيد فرد لا تعزيز اللغة العربية هيدا ندل على شيء بيدل على قداش فيه ضرورة لا تعليم هيدا اللغة والأهل للأسف في كتير أوقات بيفكروا أنه العربي مش كول بيعتبر كتير بيقولول إياها أنه ما العربي ليش العربي ما نقول نحن اللي ما نقول إذا أنت ما بتعرف لغتك فيك تكون تعرف كل لغات العالم ولكن لغتك هي الأساس يعني أنا أنا بحب اللغات ولكن باللغة العربية أنا يعني عند الفخر أنه أكون بعرف عربي وأنت بتحكي أكتر من لغة بتحكي عربي فرنسي إنجليزي وإسبانيال فيش لغة جديدة بعد تحكي يا هلا لا لا تقدرت أتعلم هوليك كان العربي أساس أكيد مش من هيك يعني فينا نتعلم كل شي ولكن ما لازم نفرط بي لغتنا طيب قديش ألعابي مفيدة يعني هون إذا بنا نحكي بتجرد قدي عم تقدر تعلق الكلمات براس الأطفال أي عمر عم يستفيد أكتر من عمر تاني برأيك يا ألعابي بلشنا بالألعاب من عمر سنتين لثماني أو عشر اتناعشر سنة حسب وين الولد عم يكون وبأي بلد الفكرة من ألعابي هي تبسيط اللغة يعني العربي نحن عم مبسط له كل العالم بتقول أنه العربي صعب تعليمه ولكن في طرق عبر اللعب لأنه هيدا الوسيلة المسلة للأطفال حتى يتعلموا بعيدا عن الشاشات حاليا لأنه أن الأعمار الصغيرة بديها قدمة فيها ما تكون بس على الشاشة العقل تبع الطفل فينا نحن ننمي عبر اللعب وعبر الحواس فالمنهج إذا شيء البونتسوريا اللي هو معترا فيه من التعلم عبر الحواس فاللمس الشم الحكي الكلام كل الحواس بدنا نحن نفعلها وننمي الفضول أنا وقته الطفل يحب لغته أو يحب يلعب بالألعاب اللي نحن معنا إياههم بطريقة غير مباشرة أنا بكون عم ساعده هلأ كمان عم نشتغل على موضوع الريسورت يعني عم نعمل تجربة تجارب مع مدارس تنفرج قديش أسرع الولد عم يتعلم وقته يكون هو عم يلعب بهذه دول الألعاب أنا بدي نمي الحديث مع الأهل باللغة العربية لأنه للأسف بس إذا الولد حكي بيقول بدي أكل بدي أشرب يعني بعيدا شوية عن لغة المطبخ نعم فهيدي اللغة بدنا ننميه بدنا نعطيه مفردات الطفل بيفقد يحكي أو بيبطل بيفقد يحكي وقته ما بيقدر يعبر أنا هنا شغلته خليه يعبر أعطيه مفردات أعطيه جمال تيقدر يستعمله بكذا موضوع بحياته اليوميا كان ويجربوا لأهل عن جد يسمعوا أولادهم الموسيقى ياخدون على مسرحيات فيه كتير أمور عم بتصير للغة فهيدا الشيء ضروري جدا كرميل ما نفقد سلطنا بأوطاننا ولا لغتنا العربية شكرا كتير لألك هلا غريب على هالمبادرة الحلوة وعلى المشاركة معنا من لندن مؤسسة شركة ألعابي هلا غريب شكرا كتير لوجودك معنا شكرا شكرا لألكون